سيظل يوم الأربعاء 19 فبراير من عام 2002 تاريخا محورا في ذاكرة مئات الأسر التي فقدت زويها قبل ساعات من احتفالها بالعيد فماتت فرحة الأسر واهضرت أدمية مئات البشر في قطار يطلقون عليه في هيئة السكة الحديدية قطار الدرجة الثالثة وبحق قطار يمثل معاناة فقراء هذا الوطن فقد كان ركاب ذلك القطار على موض مع القدر حين اندلعت الميران فجأة في قطار السعيد رقم 232 والذي قدر المسؤولين عدد ركابه بأربع ثلاث رجانية راكب كان نصفهم في عربات الموت المحفرقة وهو رقم يكشف عن حجم الكارثة الحقيقية وعن عدد القتلة فجأة القطار تجمع فيه الغلابة لزيارة أسرهم فمنهم من افترش الأرض وآخرين ناموا في مكان الحقائق وغيرهم ناموا في دورة المياه وهي صورة غير واضحة المعالم لبشر مكدس في عربة تشبه عربات نقل الحيوانات الشيء الوحيد الواضح أن الإهمال كان في أقصى صوره تشبه عربات نقل الحقائق تشبه عربات نقل الحقائق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كان فيه شرزات بتاع الكهرباء وهم في المخزن الكاراتين اغلب الاسلات اما عارية واما متدلية فاللي بيحط كارتونة بيعمل شرارة على طول فبدأت الشرزات دي واحدة واحدة تتحول الى كتل نيران فضربت واشتعلت النيران في بعض الحقائل الموجودة كان فيه مواقف كوريسين بعض الغلابة واخدينها معهم بروح الناس اللي تعتبر جاسروا بالنسبة لي تتخذوا هنا وبتشتغل بيه هنا فولعت العربية فارقع الكوريسين عمل امتجار ضخم امتد من العربية 12 للعربية 11 امتد بعد ذلك الى العربيات اللي فيها رائحة الجاز والكوريسين واللي الناس نفسها كان بتحرق وبتحاول تبعد عن العربية دي فحصل الحريق الحادث نتج عن موجود اشتعال من موقف كوريسين الرياح طبعا ساعدت على انتشار اللهب مع سرعة القطار ووجود رياح شديدة في الوقت ساعد طبعا الانتشار اللهب مع وجود برضو اللي ساعد المكونات العربية نفسها مكونات الكراسي مكونات الجسم أيضا التطبين الداخلي من المواد حضره الاشتعال كل دا ساعد على شر اللهب بالصورة الفضورة اللي انجا حصل فيها لازم يقع مثل هذي الحادث ويحترق اكثر من 370 مواطن مصعي عشان نكتشف ان فيه خصور في السك الحديث طبعا هزا الخصور موجود موجود بقاله سنين طويلة واللي اسف الاطرات بتروح و بتيجي و ما حدش كان بيتكلم ولا حد كان بيحاول يعالج هذا الخلل الموجود وهذا الخصور اللي كان موجود لحد ما أقع هذا الحادث السواء ما وقبش يقل بعد ما العربيات تهلكت من الجحيم من النار و ساحل حديث فيها و ايه انتهى لعمر السواء أصلا خيج بحمولة بشرية أكتر من حمولته و خارج بعجب العربيات أكتر من من يقدر يشده طبعا ازاي يسمح ليه علشان من الأجل ان الأمور تنش مظبوطة و ما فيه زحر و ما فيه بتاع و ما فيه مشاكل و ما فيه شكاول موته الناس في أسرات الدرجة الثانية والثالثة احنا كمسؤولين في السك الحديد ما نقدرش مسيطرة عادة الوكار اللي فيه ما قدرش أن نعراك من يركب قصة درجة ثانية أو ثالثة انا معروف ان العربية الدرجة الثانية عادة المقاعد اللي فيها حوالي 88 الدرجة الثالثة حوالي 104 أو 108 ان فيه ظروف معينة او في أوقات معينة احيانا العدد دا بيتضاعف ممكن يوصل لغاية 250 ومتين وخمسين مرحب انما انا ما قدرش أن عراك من يركب للأرض درجة ثانية أو ثالثة انا مندهش انه لأن الحكومة بتعتبر أن هذه هي حادثة هي مش حادثة هي وقعة متكررة متوقعة والذي لم يكن يتوقعها بيخدعها لأنه جوهر المشكلة هو أن الحكومة لها سلم أفضليات مختلفة عن سلم الأفضليات بتاع المواطنين